كما أجرى مفادو تلفزيون المصري لقاء خاصا مع الكاتب الصحفي البحريني محميد لمحميد على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة هناك برحب بكم مرة تانية بأن هنا من المنارة حيث نعطاد القمة العربية الثلاثين وقراءة الطرفية من الفات القمة المعبد على دولة المالة وسعماء المعين هنا السيد محميد المحميد الجاتب الصحفي والإعلاني في المنفة المحرين أهلا برايك فت يعني تما تعلق بالفضور كيف ترى الفضور وتأثيراته على ملفات القمة العربية بالتأكيد طريعته يستوى الفضور في أكملة البحرين كما العربية الثلاثين نعتبرها من مقاومة النجاح للقمة يستوى الفضور في أكملة البحرين بقضور وتواجد وخامد الرئيس هو التحسيسي مما يعطي ثقلا ودورا مؤثرا وفاعلا ونتائج إن شاء الله إيجابية لغيرها أما بجانب أثوانه عفقادة وسعماء الدول العربية كيف ترى التعامل المصري مع ملف عملية السلام وتأثير هذا التعامل والدور المصري أنحاضر خلال أعمال هذه أفضل الدور المصري دور مؤثر وفاعل وجلالة الملك في حطم لإيمانه بفعالية الدور المصري حرص على عقد جلسة مباحثات وزيارة رسمية إلى منطج موليتي السلام العربية وبحثة جدول أعمال هذه القمة مع خامة الرئيس عبدالتاح السيسي وتوصلوا أيضا إلى توافقات ستنعكس إيجابيا على هذه القمة لا شك إنما قدمته مصر تاريخيا وحاضرا مستقبل من القضية الفلسطينية هو العمل الرائد هو العمل الدبلماسي ليس فقط في الدول العربية ولكن نراه أيضا في المحافظة الدولية نرى وأيضا في المحافظة البرلمانية هناك أطور دبلماسي رفيع من جمهورية مصر العربية تاريخي ومؤثر وكل الدول تعتبرها هي الرائدة وما تقوم بين مصر نحن نتبعها ونأيودها ودائما مبادرات مصر لا تقتصر فقط على البيانات والتنديدات ولكن عمل مصر هو عمل تنفيذ مبادرات لشريع برامج تحرك مؤلن تحرك دبلماسي يفهمها من يعمل في داليزة للسياسات عن الملفات الاقتصادية الملف السياسي سيأخذ كثيرا من الملفات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية بلا شك أن الملف الاقتصادي نحاور الأساسية الثلاثة أشار لها سعادة وزير الفارجي البحريني أن هناك ثلاثة نحاور أساسية في الأول هو الحلول السنية الثاني التعزيز التضامن العربي والثالث استكمال متطلبات على الملف الاقتصادي بما يشمله من تعزيز التعاون البيني بين الدول العربية لدينا تحديات كثيرة في الأمن الغذائي والأمن السبراني هناك تحديات لإستثمار القدرات الطبيعية والثروة البشرية العربية لعمل مجتمعا لتحقيق هذا الهدف وتطلع من الشهور الجميع شكرا سيد محنيد المحميد أنكاذب الإعلاني الضحيني والمتصص في أشهر العربية شكرا رائع بتأكيد ملفاتهم الشوق السياسي بيحضر بنسبة 70% من الملفات المتروحة على طولة القادة وزعماء العرب وهناك توضع كبير للخوض في كافة الملفات سواء النسيطية السياسية الاجتماعية وهناك بوادر لعدد من المبادرات في الملفة الاجتماعية سوف يتم الإعلان عنه خلال الترمى العربية الثلاثة والثلاثين المنى بينام عود زمالية أمارة الطبيعات السياسية